أهلاً بكم مرة أخرى ونتناول في ملفنا الثاني أحداث البحر الأحمر والجبهة الشمالية التي تعمق الضغط على الأمريكي على بن يمين نتنيا القيادة المركزية الأمريكية قالت إن طاقم السفينة MV True Confidence أبلغت عن مقتل ثلاثة من طاقمها وإصابة أربعة ثلاثة منهم في حالة حرجة كما لحقت بالسفينة أضرار جسيمة في أول ضربة للحوثيين تسفر عن سقوط ضحايا منذ بدء هجماتهم البحرية القيادة المركزية الأمريكية سينت كون قالت إن هذا الصاروخ الباليستي المضاد للسفن الذي ضرب السفينة وقام الحوثيون بإطلاقه في الأيام الماضية أكدت واشنطن في أعقاب الضربة أنها ستواصل استهداف الحوثيين الذين يسيطرون على مناطق واسعة شمال اليمن منها العاصمة صنعا وفيما شنت واشنطن هجمات على مواقع لأنصار الله في الحديدة أكدت أنصار الله في المقابل استمرار وقوفها لجانب الشعب الفلسطيني واشنطن تواجه تعقيدات شديدة في بسط الأمن والاستقرار في المنطقة رغم حرصها على عدم توسيع نطاق الصراع مراقبون يعتقدون أن الأحداث في البحر الأحمر والجبهة الشمالية مع لبنان يجعل واشنطن تمارس مزيدا من الضغوط على نتنياهو لإعادة النظر بعملياته العسكرية ضد قطاع غزة أرحب بضيفي هنا في الستوديو مجددا الكاتب الإعلامي الفلسطيني أستاذ أكرم عطلة ومن اليمن بالباحث السياسي اليمني سيد نبيل الحد وأبدأ معك أستاذ نبيل أستاذ نبيل هذه التطورات التي أدت لمقتل ثلاثة في أول مرة يسقط فيها قتل بعمليات أنصار الله ضد السفن في البحر الأحمر ما تأثير ذلك على تطورات البحر الأحمر حياك الله أستاذ جمال وتحية لك ولضيفك الكريم والأستاذ المشاهدين أنت بدأت حديثك بقول الحوثيين ثم أنهيته بقول أنصار الله وهما لا ذا ولا ذاك هو الجيش اليمني القوات المسلحة اليمنية من يكون بخوض هذه المعركة كما يقال لا مشاحة بالمصطلحات هم يقولون أنهم الجيش اليمني وهم أيضا جزء من أنصار الله جماعة أنصار الله لا تنكروا أنها توجه ضربات للسفن الأمريكية على كل حال كيف يؤثر فعلا مقتل أشخاص في هذه الهجمات على التصعيد الذي تشهده هذه الجبهة أستاذ جمال المتحدث الرسمي القوات المسلحة يخرج ببيانات واضحة أنهم عليهم الطريق مغلق أمام السفن الصحيونية وثم أضيف السفن البريطانية والأمريكية المعتدية على السيادة اليمنية فبالتالي هم يحلبون أنهم لا يذهبون إلى نزهة سياحية هم في منطقة بحرية منطقة مواجهات هم في حالة حرب هناك معتدي وهناك مدافع فبالتالي عندما يتم الإنذار من قبل القوات البحرية للسفن الآتية المفروض عليها أن تتبع التعليمات وتغير مسارها أو تكون سفينة غير مرتبطة بالكيان الصحيوني أو ذاهبة إلى موانئ فلسطين المحتلة لكن إن تعنتت وصممت على المسير عليها أن تتكبل ما ستواجهه من قوات المسلحة والقوات البحرية لكن في المقابل الولايات المتحدة الأمريكية توجه ضربات كان آخرها إلى الحديدة إلى أي مدى يؤثر ذلك فعلا على الرد الذي تقوم بتوجيهه أنصار الله على السفن؟ منذ سبوع تقريبا 17 غارة ومنذ بداية العدوان على يمن وانتهاك السيادة اليمنية تقريبا ما يقارب 200 غارة هذه الغارات كلها يا سيدي الكريم كلها عبارة على معسكرات قديمة فنك أهداف سابق أعتقد حصلات عليها الولايات المتحدة الأمريكية من الرياض فبالتالي ليس من المعقول أن تستمر القوات اليمنية في هذه المعسكرات التي قد تم استهدافها واصبحت مكشوفة ومفضوحة للعدل بعد بعض الأماكن الحيوية مثل شبكات الاتصالات في مديرية حيفان ومديرية شمير في محافظة تعز وبعض الأماكن المدنية أما غير ذلك مثلا اليوم ثلاث غارات على رأس عيسى هناك معسكر في رأس عيسى والجبانة طبعا هذه معسكرات قديمة وقد تم استهدافها من سابق من ما يسمى بقوات تحالف العربي التي كانت ترأس في السعودية فأعتقد أنها لا تؤثر في القوات المتحدة سامعي أستاذ نبيل الآن أستاذ أكرم هذه الجبهة التي الأمريكان كانوا يعتقدون أن بإمكاني احتوائها يبدو بأنها تزداد اشتعالا بسخوط عدد من القتلى في أول مرة يسقط فيها قتلى بهجمات أنصر الله هذا تصعيد كبير اختلفت الأمر الآن في سخوط ضحايا فعلا وينذر بتوسيع المعركة ماذا ستفعل هذا يتضع الولايات المتحدة الأمريكية في موقف حرج إما أن تصعد أكثر وواضح أن في اليمن لها خصوصية يعني موضوع اليمن لم ينتصر أحد في اليمن منذ الأهد القديم وحتى الأهد الحديث لم ينتصر أحد في اليمن حالة طبيعة اليمن طبيعة مختلفة الشعب وجغرافيا وجبال والمعارك والأزمة في اليمن أزمة كبيرة وبالتالي ستدخل الولايات المتحدة الأمريكية في حالة تعميق أكبر للمأزق الأمريكي الذي يحاول حصر الأزمة في قطاع غزة بين إسرائيل والفلسطينيين قائلا أن الأزمة بين إسرائيل وحركة حماس رغم أنه قتلت إسرائيل من المدنيين والفلسطينيين الذين له 10 ألاف أمرأة من بين 30 ألف جهيد أكثر بشوي 10 ألاف لا علاقة لهم بحركة حماس والأطفال مؤكد لا علاقة لهم بحركة حماس لكن الولايات المتحدة تريد حصر الأمر بهذا فتحت في لبنان ألا تدرك بأنها تفشل وهي تعلم بأن الوضع مرتبط فعلا لفلسطين حاولت أن ترسل رسائلها لكل الأطراف في رسائل تهديدية وصلت إلى لبنان وحزب الله وبالمناسبة بدأت تراجع إسرائيلي تذكر أستاذ جمال بداياته لأنه في خط أحمر وقريبا وكأنه أعطينا الاستعدادات ونقلنا قوات من غزة ورابطت في الشمال والاستعداد للحرب وحرك وآيزن هاور في بداية العدوان وبعدين توقف الإسرائيليون عن التهديد وقبل شوي كان في خبر أنه أعطت مهل إلى 15 شهر صارعت الصحافة الإسرائيلية إلى نفي الأمر مفيش بطلت تهدد جنوب لبنان وصارت مدركة أنه هذه التهديدات لا قيمة لها وتالي هذه جبهة مؤجلة لكن قد تندفع في إيه لحظة تنفجر جبهة البحر الأحمر انفجرت ويمكن أن تتوسع ويمكن أن تدخل جبهة أخرى وبالتالي كل المحاولات الأمريكية البؤرة الأزمة قالوا الحوثيون باليمن أنه إذا توقفت الحرب على قطاع غزة نتوقف لبنان وحزب الله يقول إذا توقفت الحرب على قطاع غزة نتوقف تذهب الولايات المتحدة الأمريكية لمعالجة أعراض الأزمة دون معالجة السبب الأساسي دون معالجة السبب وهذا سيتسبب إذا لم تعالج الأزمة وتوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بالتأكيد لا يمكن لها أن تسيطر جغرافيا على كل الشرق زعيم أنصار الله سيد عبد الملك الحوثي قبل يومين تحدث عن مفاجآت هل الهجوم على السفينة يعني يقع في نطاق بعض هذه المفاجآت التي ألمح لها السيد جمال السيد عبد الملك الحوثي ظهر اليوم على قناة المسيرة في خطابه الإسبوعي وكان الكادم أعظم وما خفي سيربك الأعداء التكنوجيا التي حصلت عليها صنحاء من بعض الدول الصديقة طورت في جهاز في سلاحها المسير القيراء المسير والصواريخ الباليستية وأيضا الطربيدات والألغام البحرية والزوارك البحرية المسيرة وهناك أيضا قطاع عسكرية يفقهها الكادة العسكريين ستدخل الخدمة وستكون مفاجأة للصديق قبل العدو حسب ما صرح سمحت السيد عبد الملك فبالتالي الكادم أعظم ما حصل لاستهداف السفينتين هو حبار عن حق مشروع للدفاع عن سياسة الجمهورية اليمنية التي انتهكت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة البريطانية وهذا حق مشروع كافلته لنا القوائن الدولية والديانة السماوية والأعراف المحلية ولكن هل هذا يعني أن إذا توقف العدوان على اليمن سيتوقف استهداف السفن؟ إذا توقف العدوان على من؟ على اليمن تقول أن هذا رد على العدوان؟ لا مرتبط كلام القوات المسلحة واضح وكلام سماعة السيد عبد الملك واضح في حال توقف العدوان على أبنائنا في فلسطين وفك الحصار عنهم وذهبوا إلى تسوية سياسية تلبث طلعات الشعب الفلسطيني حينها سيتوقف الجيش اليمني عن منع السفن المعادية غير ذلك لا محالة لن تتراجع صنعاء قيد الملك وهذا خيار استراتيجي قبل أن يتقده القائد قائد الثورة تحدث مع كامل مستشاره سواء في الجانب الإعلامي والسياسي والعسكري والمحلي في حول هذه النقطة قال عندما نتخذ خطوة كهذه سنتقالب علينا العالم هل أنتم مستعدون للتبات؟ جاوبه الجميع بصوت واحد نعم مستعدون للتبات فبالتالي صنعاء لن تتراجع قيد أنم له نعم أستاذ أكرم هل فعلا اليمن أعطى درسا لكل النظم العربية بالثبات على الموقف باتخاذ إجراءات يمكن أن تغير في المعادلة لا أحد ينكر بأن اليمن بهذا الموقف من قبل جماعة أنصار الله أكيد استراتيجيا الولايات المتحدة الأمريكية والغرب لن ينسوا لها هذا الموقف يعني بالتأكيد شوفوا اليمن جزء من المحور والذي رهنت عليه حركة حماس فيه استفاف في الإقليم اليمن دخل المعركة عسكريا الحديث عن دول العربية بأقل من ذلك بكثير كان يمكن أن تستخدم ممكنات قوة أقل من ذلك لا أحد كان يتحدث عن دخول عسكري من قبل الدول العربية لمساندة الفلسطينيين لكن فيه علاقات مع إسرائيل كان يمكن التهديد بالعلاقات تهديد إسرائيل لأنه الفخر نتنياهو بتوسع علاقاته بالإقليم مشيك هو من انتفاقياته أبره بمعنى أنه هاي بيعتبرها كنز نتنياهو لماذا لم يهددوا بها مثلا لوقف العدوان؟ ليس التنفيذ، التهديد بها وتحسب إسرائيل ألف حساب الإمكانيات الاقتصادية بنذكر تجربة الثلاثة وسبعين أن إسرائيل معروف خلفها الولايات المتحدة الأمريكية جسر جوي فورا للإبادة جسر الجوي والمرة جسرين جسر جوي وجسر بحري لكن الموقف السعودي آنذاك بوقف البترول والتي استفادت منه بالمناسبة السعودي ودول الخليج والذي كان وراء هذه الصدفة التهديد وقف البترول ووقف شحن البترول من 2.5 دولار إلى 18 دولار ارتفعتهم من 22 إلى 25 فتحول الدول الخليجية إلى دول ثرية الآن صاحبة قرار على المستوى العربي والدولي هاي الصدفة هاي الصدفة اللي اتخذت فيها موقف كان في صالحها لعقود قادمة عمل عندها تحول في صالح هذه الدول وبالتالي هذا الموقف اللي تتخذ لو تم التهديد به الآن لم يتخذ تم التهديد به وانت بتعرف الاقتصاد العالمي طالع من كورونا وطالع من أزمة وفي أزمة حرب روسية وكذا مش محتاج خطات جديدة يمكن أن تسبب بها الموقف العربي كالعرب ممكن يضرب يدو مع الطاولة أنه احنا أمام شعوبنا هذا الموقف مخرج أن يقتل الفلسطينيين بهذا الشكل الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة قرار على إسرائيل ما ترد إذا بدها الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع أن تلزم إسرائيل إسرائيل ذنب وليس رأس في الولايات المتحدة وهنا أسألك أستاذ نبيل ختاما حول تصريحات مسؤول في القسام لقناة الجزيرة قال فيها إن أنصار الله طلبت رأيهم حول مفاوضات الإفراج عن أحد المحتجزين أحد محتجزي السفن الموجودين في اليمن إلى أي مدى يمكن أن يستخدم ذلك كأدى لزيادة الضغط على تل أبيب والولايات المتحدة الأمريكية لوقف العدوان على غزة أعتقد يا أستاذ جمال لقد صرح الأستاذ حسين العزي نائب وزير الخارجية اليمن وقال هذا الكلام قبل شهر وقال السفينة وطاقمها أمرهم موكول إلى حركات المقاومة في غزة هم من يتخذوا القرار بالإفراج أو بالبقاء لهم كابل الصلاحية في التصرف لن يكون في صنعات بل سيكون في غزة حتى على مستوى فك الطريق لعبور السفن القرار أيضا في غزة ولن يكون في صنعات هم المتضررين الأساسي وهم سيكون المستفيدين الأساسي ما يحصل من مجزرة لأبنائنا وأمهاتنا وأباءنا في غزة جريمة إبادة جماعية يندالها الجبيد لكن في ظل هذا الصمت العربي المخزي والعالمي الذي يتحدثون عن حقوق الإنسان والحيوان والمرأة والبيئة وأخيرها حقوق المثلية يتناسل حقوق الشعب الفلسطيني وعندما الآن بدأوا يتحدثون عن إنزالات جوية كمة المهزلة معناه يا عرب انسوا معبر رفح ومعبر كرب أبو سالم أنسى يفتح من جديد وما يتم إنزاله من مواد غذائية عبر الإنزال الجوي ما هو لا در الرماد في العيون كمية بسيطة وغير منظمة وغير مرتبة تتلاشى في الهواء ويذهب بعضها في الماء وبعضها يذهب إلى الجانب الآخر الجانب الذي يتوائد فيها الجنود الصهاينة فبالتالي هي عبارة عن مهالطات لا تمر على الفاهمين فقد تبرر للأنظمة المضغوط عليها من قبل شعوبها مثل النظام الأردني والنظام المصري أما بالنسبة للسفينة هو طاقمها الأمر متروك القيادات المكاومة في غزة هم من يتخذوا القرار في تحديد مصير شكرا جزيلا لك الباحث السياسي اليمني أستاذ نبيل الحد كنت معي من باريس لأن هذه الأدوات التي تستخدموا عنصار الله كإدماج كتأب القسام في مفاوضات الإفراج عن بعض المحتجزين إلى أي مدى يمكن أن تزيد الضغط مرة أخرى على نتنياهو لتشعر الولايات المتحدة بأنه يورطها أكثر فأكثر يعني هو ورط الرئيس الأمريكي شخصيا وورط الولايات المتحدة الأمريكية وإذا بدك في هذه المعركة ثبت أنه الرئيس الأمريكي كان ساذجا إلى أبعد الحدود ونتنياهو كان داهيا ورطه كذب عليه بالأول وكان بايدن ساذج ابتلع كل الكذبات الإسرائيلية ورددها قطعوا رئيس أطفال واغتصاب وكذا وقتلوا نساء ثم تصرف الرئيس الأمريكي مندفعا أبعد مما يجب مما أثار إغضاب العالم العربي والعالم الإسلامي وإغضاب الجاليات العربية والإسلامية بالولايات المتحدة الأمريكية تمكن نتنياهو من استياد بايدن تمهيدا للقضاء على مستقبل السياسي لأنه في ثأر بين بايدن نتنياهو بالأساس القضاء على مستقبل السياسي وتمهيد الطريق لصديقه ترامب بعد ذلك سيبدأ نتنياهو مرحلة جديدة ورد الرئيس الأمريكي ولكن الأهم ورد الولايات المتحدة الأمريكية شو بتسوى بحق الولايات المتحدة الأمريكية أنه تخوض يجرها لتخوض حرب مع الحوتيين ولا تنتصر فيها لأنه لا أحد سينتصر في اليمن يعني هيبة الولايات المتحدة الأمريكية الحضور الأمريكي هذا الدعم اللي بتقدمه لأسرائيل صورة الولايات المتحدة اللي ترف فيها الرئيس الأمريكي قال هذا سيؤثر على صورتنا الأخلاقية بمعنى ولم يورط الرئيس بايدن بل ورط الولايات المتحدة الأمريكية في صراعات في المنطقة وكسر صورة وهيبة الولايات المتحدة الأمريكية ختاماً ما هي توقعاتك لمفاوضات الأحد القادم ما الصيغة التي تتوقع بأن حماس يمكن أن تقبلها في المرحلة الأولى من الهدنة ستة أسابيع الأولى الأحماس ما ظل عندها إشي تقدمه الناس بدهم يعودوا وبدهم شوية كارفانات وشوية خيام وبدهم شوية أسرع مقابل الأسرع يعني شو تتنازل عن شو يعني تتنازل هل يمكن أن توافق على قوات إسرائيلية يعني ممكن توافق على عدم دخول المساعدات للناس في رمضان للأكل يعني ممكن حماس توافق حماس ظهر للحيط هذا الحد الأدنى الذي يمكن أن تقبل به قضايا إنسانية لطلبها لا هي قضايا سياسية ولا منع دخول الأقصى ولا حل الدولة في الشي شي هاي قضايا إنسانية بسيطة أقول لك مش مش طالب لحماس وحولها الوجود الإسرائيل مفترض أن الاحتلال ملزم بيها كدولة احتلال مفترض هذه لا تطالب بها حركة حماس القانون الدولي يضمنها للشعب أنا أتصور أنه ممكن يكون بموضوع الوجود الإسرائيلي على اعتبار أنه يحل لأنه حتى التهدئة الماضية لم تطالب حركة حماس بهذا الموضوع بقيت إسرائيل إلى حيث كانت ثم السؤنفة الحرب هذا يمكن أن يأتي حلاً لاحقاً الكاتب الإعلامي الفلسطيني أكرم أطالله شكراً جزيلاً لك شكراً لكم